كشفت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكة التابعة للحكومة السورية أنها حددت تسعيرة جديدة للخبز المدعوم بالتزامن مع زيادة هي الثالثة من بداية العام في أسعر المحروقات بعد إعلانها رفع الدعم عن مادتي السكر والأرز حددت الحكومة السورية تسعيرة جديدة للخبز المدعوم وذلك بعد تصريحات سابقة حول التكلفة الباهظة لإنتاجه والخسائر المترتبة على ذلك مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية كشفت أن الأخيرة حددت تسعيرة جديدة للخبز وأبلغت إدارة الأفرام بها والتي أبلغت بدورها معتمدي توزيع الخبز في دمشق بالقرار الذي حدد سعر الربطة المدعومة بـ 450 ليرة سورية المصادر قالت إن الحكومة تنتظر الوقت المناسب لإعلان القرار بعد تهيئة الشارع معتبرة أنه هروب من المسؤولية وتغطية على الهدر حيث تصرف مليارات الليرات على المخابز دون فائدة بينما يدفع المواطن الثمن حسب وصفها وارتفعت أسعار الخبز السياحي في العاصمة دمشق في الثامن والعشرين من كانون الثاني الفائت ووصل سعر الربطة الكبيرة في العاصمة دمشق إلى أحد عشر ألف ليرة سورية بعد أن كانت بعشرة ألاف ليرة والصغيرة بستة ألاف وخمسمائة ليرة بدلاً من خمسة ألاف وخمسمائة ليرة وبالتزامن مع رفع سعر الخبز رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام الحالي حيث أظهر قرار صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر لتر البنزين المدعوم أوكتان تسعين من عشرة ألاف للتر الواحد إلى عشرة ألاف وخمسمائة ليرة سورية ورفع سعر لتر البنزين غير المدعوم أوكتان خمسة وتسعين إلى ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرين ليرة بدلاً من 12 ألفاً وستمائة وثمانين ليرة ينضم إلينا من هنوفر سامر كعكرلي رئيس المكتب الاقتصادي بحزب اليسار الديمقراطي السوري أهلا بك أستاذ سامر دائماً على شاشة اليوم اليوم الحكومة السورية ترفع سعر ربطة الخبز المدعوم بعد الغاء الدام عن مادتي السكر والأرز السوريين واليوم عن التعليقات ووسائل التواصل الاجتماعي يقولون بطريقة تهكم والاستهزاء بأنه لم يجف بعد حبر القرار السابق برفع الأسعار السيد سامر ألو صوتي باضح؟ تحياتي إلى قصاد المشاهدين أولاً خليني استعراض إليك ولو بخمس دقيق يعني عفوا من دقيقة استعراض بأنه الخبز أو مادة الخبز هي كانت إحدى وسائل نظام الأسد إن كان قف أسد وإلا بشار أسد لقهر الشعب السوري وأنا بأعترض على كلمة مدعوم ما في شيء اسمه مدعوم بسوريا الخبز على الخبز الخبز هذه كذبة لما يقولوا أنه كذبة الخبز المدعوم هذه كذبة لأنه نظام حافظ أسد كان يتاجر بالقمح القاسي وهو القمح السوري المعروف يعني الفاخر ندخلين نقول اللي كان يصلح لصناعة المعكرونات والفريكي والمبرغل والمورأي ويستورد القمح الطري بارد بعرض الخائط الآفات التي كانت تصيب القمح الطري في سوريا وصارت في 2019 صدق الأصفر طلع حياتا كارسة فلذلك هذه المادة هذه السلعة كانت حربا أو وسيلة لقهر الشعب السوري بموضوع القمح حقيقة النظام الأسد من عام 2000 ومن المؤتمر القطري العاشر من 2008 وقت حكومة الدردري أخذ قرار قطع بأنه أنا رد معطلت على كلمة ندعوم لك وفاس نقدمها لأنه هي في سياق الحديث بأنه رفع الدعم عن الخبز يجب أن يكون بشكل مباشر حقيقة وهي سياسة كانت عبدالله الدردري قايدة وأنا تناقشت مع عبدالله الدردري شخصيا بهذا المضوع حقيقة النظام لعب بأسعار الخبز ما قبل الثورة السورية العظيمة يعني لما كان سمح بال2008-2007 بمرسوم الإسمار سمح بالأفران بقوسين السياحي هو أسلوب الأساليب رفع الدعم أسلوب الأساليب محاربة الناس ليش؟ لما كانوا أنا كنت من سكان دمشق وهذه تجربة شخصية وليست أقول نقل قيل عن طالب لما أنا كنت روح على أفران وانا من حي حرة الأكراد بدمشق لما أنا وكان في أفران ابن العميد لما أنا كنت روح مثلاً على فران ابن العميد اللي هو بحي الأكراد ولازم أنتظر ساعتين لحتى أخذ ربط الخبز روح أخذ دب الحالي بالخبز السياحي إذن لعب النظام بموضوع تخفيف الدعم عن طريق خلق أزمة على شبابيك الفراريين حتى تدفع المواطن يروح يشتري الخبز السياحي السياحي اللي هو علم أقابل الإسمار إذن خلينا نخلص من الشغل أنه ما فيش اسمه مدعوم في هذا النظام بالنسبة للقرار جديد حقيقة أوغل الشعب السوري بسرقة عفواً أوغل النظام بسرقة الشعب السوري أنا يمكن من شهر أو من أقل من شهر نحنا من 5-2 اليوم من أقل من شهر كنت على القناتكم الكريمة ومعك بالتحديد أستاذي الكريم كنا نحكي عن رفع المحروقات وأنا وضحت بأنه خليني اشترك أنا وياك بصفقة الآن خليني ينزل البنزين للشعب بـ 7500 حقيقة والخبز هو سلاح آخر من هذا الموضوع الموضوع باختصار بأن هناك متنفذين في هذا النظام وليس تريد للثورة متنفذين بهذا النظام بكل شيء يريد أن يدفع العالم على موضوع أنه زوحوا اشتروا القبز السياحي الحر المدعوم أو المسيطر عليه من قبل أذناب النظام باستيراد القبح أو بالمخابة السياحية ويحرم الطبقات الفقيرة من الشعب من هذا القبز هذه هي المعادلة فقط أخير كريم هذه هي المعادلة طبعاً ناهيك أنا باب أذكر بالتراجع الكبير بموضوع زراعة القبح نحن في يوم ما كنا ننتج 5 مليون طن قبح استهلاكنا 2.3 مليون طبعاً 5 مليون طن استهلاك سوريا كان 2.3-2.7 مليون طن والباقي مخزون استراتيجي الآن تراجعت المساحات الكبيرة في الزراعة انخفض الإنتاج لمدون 500 ألف طن وهذه ليست من مسؤولية الشعب ان هذا مسؤولية النظام الذي يشن حرباً من 11 سنة على الشعب السوري سامر عفونا مقاطع يعني هنا يعني ورغم أعطي راضك على كلمة المدعوم لكن عندما يتم الحديث عن تكلفة مثلاً ربطة الخبز هي كيلو جرام تقريباً أكثر من ألف ليرة وأكثر حتى ويتم بيعها ب450 ليرة ألا يعتبر ذلك بأنه مدعوم؟ نعم بكل تأكيد ولكن أنا أتحكيت من قبل السورة الفرق ما بين القمح القاسي والقمح الطريق كان يستفيد من النظام أنا عمقول أنه الدعم نعم مدعوم من الخبز ولكن الدعم ليس من جبت أبوون من فرق السعر ما بين القاسي والطريق كان يصدر القاسي لإيطاليا والسرعة الماكرونة أو يبيعوا للتجار قاسا لما بس قانون سمار فتح الشركات الماكرونة البانا ومدانا وهربوش ماهربوش ويستفيد من ذلك يشتري القمح القاسي معامل حسب الأسعار العالمية إذن الفرق ما بين أنا أقول أنه نعم مدعوم ولكن ليس من الخزينة إنما من فرق السرقة من ما بين القمح القاسي والطريق حتى هذه الموضلة أراد نظام بشار أسد أن يقضي عليها حتى هذا الفرق يصف في خدمة النظام الآن هذا الموضوع هو سرقة علنية للشعب السوري لأن هناك موالد أخرى كانت ممكن تغطي هذا الموضوع ولا يمكن الضغط وخاصة في مستوى فقر لم يسبق له مثيل تضغط على قمة المواطن السوري برفع القرز وهي مادة أساسية لتغذية الشعب نعم سامر لو تحدثنا عن اقتصاد اقتصاد دولة هنا حضرتك اقتصادي وخير من يتحدث عن ذلك طيب ما هي جدوى هذه السياسة ماذا حقق سياسة رفع الأسعار المتتالية من قبل الحكومة السورية خاصة للمواد المسمات مدعومة سواء الخبز أو الرز أو المحروقات وغيرها انت تسألني كاقتصاد تركني من الشق السياسي موضوع قهر الشعب وهالأمور هذا هذا كله صار خلفنا وصلنا من العرب الآن انه ليش اقتصاديا هيك عم يستطرف حقيقة نحن من بعد بداية التورة العظيمة تعطلت العملية الانتاجية في سوريا إلى الاقتصاد من هار أخي الكريم النظام السوري والمليارات الموجودة في بنوك أوروبا غير مستعد النظام أن يدعم فيها الاقتصاد التي تسبب فيه نهياره نعم الآن الاقتصاد من هار وكل ما له عن هار أكتر والأسوأ قادم يعني هلأ بجوز تتفاجئ عن هالك كلمة أنه فيه أسوأ من هيك نعم هناك أسوأ من هيك قادم مثل ما قلتلك عام 2011 كرس هذا النظام موازنة سوريا كلها لخدمة آلته العسكرية والأمنية إذن نحيك على توقف الموارد الطبيعية والخزينة من سياحة من نفط من زراعة من كرجعهم الاتصاد توقف ذلك العملية الاتصادية وصفة بسوريا إذن هذه الارتفاعات هي عمليا لتغطية الفشل الحكومي أنا ما بحمل المسؤولية للحكومة الحكومة لنظام الحكومة حكيتها أكثر مرة بأنه هن موظفين بمورتد وصراء الفشل للنظام الأسد في إدارة دفت هذا الاتصاد نتيجة نتيجة الحرب الذي يخوضها نحن كنا طبعا في دائما يعني عدم معرفة الاتصادين السوريين بحجم النقد الأجنبي الموجود النقد الأجنبي سر من أسراء الدولة الآن الخزينة فارقة من النقد الأجنبي السياسات الاقتصادية الفساد الهذر السريقات هذا كلها بتساعد بتأدي لهذه القرار حيثا القرار اليوم اللي يطلع موضوع القرار رفع الغمس هو إشارة إلى ما يسمى اللجنة الاقتصادية بأعتقد توصية اللجنة الاقتصادية اللجنة الاقتصادية ما لا توصية أخي الكريم اللجنة الاقتصادية وأنا كنت يعني على تماث مباشرة مع اللجنة الاقتصادية من خلال وزارة الزراعة من خلال علاقتي مع معاون الوزير فكانت القرار تجيب من القصر الجمهوري وخاصة بما يتعلق بالقبع نعم سيد سامر أيضا هناك بعض الخبراء الاقتصاديون يتحدثون أنه يجب رفع الدعم عن هذه المواد حتى يتم الحفاظ على قيمة الليرة أو وقف التضخم هنا هل سيغير رفع الأسعار ورفع الدعم عن بعض المواد من حقيقة التضخم في الليرة السورية أو محسن من قيمتها أمام العمولات الأجنبية لا أعتقد بأنه رفع الدعم إذا عملنا فيه دعم أنا مقتنع لساعتي أنه ما فيه نظام الأسد لا يدعمه لكن لن نفر جدا لعم أنه ذلك أنا لا أعتقد بأنه رفع الدعم عن السلع المدعومة عمليا يمكن نعصفه غير الخبز رز وسكر يمكن أخذوا قرار حتى السكر والأرز لا يدعم عنه لا يدعم عمليا مع السلع الخبز سينفذ الاقتصاد السوري الاقتصاد السوري متما قلت لك يعني بسبب الحرب وووو خلينا نحكي اقتصاد أي بلد تتوقف فيها العملية الانتاجية ما هي موارد الدولة موارد الدولة التجارة التصدير الزراعة القمح والأطن الموارد السروات المطنية النفط وموارد أخرى أو السياحة وترانزيت هذا كله متوقف أخي الكريم السروات البطنية الفوسفات والنفط كله خارج سيطرة منظام إذن لا موارد السياحة متوقفة التجارة الترانزيت متوقفة فمن أين تجي موارد فلا يكذبوا علينا نقول أنه أخي رفع الدعم سيساهم بتوقفة الضخم ليه بعطيني معطيات رفع وقفة الضخم بإعادة العجلة العجلة الإنتاج لسابقها ما قبل السور هاي النقطة النقطة الثانية حتى موضوع إعادة العمار إعادة العمار ما زال الآن في فيتو أوروبي وأمريكي وقالجة على ذلك ما المطلوب المطلوب تغيير مشار الأسد حتى تعود العملية الإنتاجية تدار عجلك الاقتصاد في سوريا حتى ينتقش أما قلولنا رفع الدعم عن بعض الصلح لعمليا لأنه ماتفق قلويات وكثير من العالم ومعا تصدي مدعوم بين خوصين إلا موضوع القمح والذي لا يدعم رد يأكد لا يدعم من حساب أهل الأسد إنما يدعم من عرق المزارعين هاي الفكرة التي توضحها نعم هناك دعمه لكن ليس دعم من نية من بيت الأسد إنما من عرق مزارعين حسكة والرقة وغير الزور وحوران وهنا هذا الموضوع إذن لا يعني لا وقف لتضقهم أو الانهيار بموضوع القدام إنما إعادة عجل الاقتصادي للدوران هو من وقف تضقهم وانهيار نعم أشكرك جزيل الشكر من هانوفر سامر كعكرلي رئيس المكتب الاقتصادي بحزب الياسار الديمقراطي السوري شكرا لك